الفكرة التوبية مشاهدين راح تكون مع دكتور جورج جوفالكيان أهلا وسهلا فيك دكتور جورج رفتنا وطبعا دكتور جورج هو رئيس قسم الأمراض الرئابية والعناية الفائقة بمستشفى جوارجس الروم مثل ما نحن نعرفها اليوم الموضوع سيكون السليب أبنيا أو النوم المتقطع تعريف بسيط شو هو ليش يسمى بالسليب أبنيا صباح الخير أول شي وسليب أبنيا هو تقطع النفس خلال النوم يلي مثل ما يعني تماما فيه ناس بيقطعوا نفس هني ونايمين المشكل فيه أنه معظم الناس ما معها خبر أنه بتقطع نفس الملاحظة الثانية أنه كل العالم بتقطع نفس بالليل من هيك لحد درجة معينة يعني لحد الأربع أطعاط نفس ولما نعرف شو يعني قطعة النفس بالساعة ساعة النوم يعتبر ضمن الطبيعي بعده سو من صفر لأربع بالساعة يعتبر طبيعي عند الولاد غير نحكي عنا كمان ولكن عند البالغين قطع النفس تقطع النفس خلال النوم لحد الأربع أطعاط بالساعة النوم يعتبر ضمن الطبيعي شو الوقت تبع هالأطع؟ أيوة سو لحنا نعرف نحنا قطع النفس فيه نوعين من تقطع النفس فيه التقطع الكلي الأبنيا وفيه الجزء اللي هو الهايبوبنيا يلي بيخف النفس بيديق المجرى ما بقع من فوت كمية هوا كافية والوقت هو عشر ثواني أو أكتر نعم سو بدي يكون فيه عشر ثواني متواصلين من قطع نفس كامل أكتر من تسعين بالمية من الأساس أو جزئة أكتر من تلاتين بالمية شرط يكون مع هالتقطع الجزئة عما ينزل مستوى تشبع الأكسجين بالدم الأكسيمتري سو عم ينزل الأكسجين بالدم مع تلاتين بالمية أو أكتر هذي اسمها هايبوبنيا يعني تقطع جزئة لم نعتبرها لأنه بالوضع السريري بالحالة السريرية للمريض الأطعى الكاملة والأطعى الجزئية عندهم تقريبا نفس المفعول على اللي نحنا بيعنينا هي مشاكل الصحية الدماغ مش مفروض يباعينا لنرجع نقوم من هالأطعى سو من القصص اللي نحنا منقولها دايما أنه نحنا ما منموت نحنا ونايمين من نفسنا لأنه الدماغ بيقلنا لك جورج قوم خد نفس شو قصتك حتروح علينا مناخد نفس ومنرجع من نشي الحال أوكي فما حدا بيموت هو ونايم لأنه ما أخد نفس إذا حدا بده يصير معه عارض عاطل خلال النوم يؤدي للوفاة بيكون له علاقة بالقلب والشرايين أوكي من هيك كتير ضروري نحنا عما نحكي نقول لللي عما يحضرونا أنه السبب اللي كرميله أنا على القليلة بيهتم بسليب أبنيا وبعالجها وبدور عليها متل شو هي أنه وقت اللي بشخصها بتطلع من زاويتين زاوية إلا علاقة بالعوارد السريرية السيمتونز ولا بنحكي عنه إذا بدك والتاني والأهم اللي بتعنيني أنا كطبيب إلا علاقة بشو تداعيات قطع النفس على المدى الطويل من ناحية القلب والشرايين والضغط والنبض والكهرباء اللي هنه ممكن يوده اللي هنه ممكن يوده لأمراض قلبه شرايين مثل الكوليستيرول وغيره اللي عنده سليب أبنيا ما بيعرف إلا إذا مجوز يعني عنده شريك حده عم بيحس عليه أنه هو أو الحكيم الكاركولوج مهدومة صحيح مهدومة القصة شوية لأنه أنا معظم الناس اللي كانوا يجوا لعندي هلا بنحكي كيف التكنولوجي بتساعد معظم الناس اللي كانوا يجوا لعندي لأنه عم بيشخروا ويقطشوا نفس كانوا رجال عم يجرون نسوانه صحيح وكانوا يبقوا عادة يكون الرجال معصب وينكر طبعاً لأنه ما بيحس وهي تقول له لأ أمبلة ويعصب عليها وأنا أقعد أول شي روؤون لأنه ما بدنا زعل وتاني شيء يقول لهم أنه مضبوط مع حق تقلك تجي لأنه أنت ما بتكون عارف شو عم تعمل بالليل هلا التكنولوجي مفيدة لأنه مع السمارت فونز والفيد بيتس وغيره والسمارت واتشز صاروا هدولي قادريني يقولولنا إذا نحنا عم ما نقطوش نفس وشو نوعية النوم تبعيتنا وإذا نوم متقطع ولا نوم صحي ولا نوم جيد إلى آخره بس قبل ما نكمل اسمحيلي في لازمة أنا بعيدة النوم الصحي أساس لو ما أساسي من الناحية الحياتية والوجودية ما كنا منقضي ربع لتلت حياتنا نايمين نايمين كله لنرجع نجدد خليانا والجسم يصلح حاله منظر نحكي لأبكرة شو الوظائف ولكن وجود النوم الصحي من ناحية الكم والنوع أساس لحتى تكون صحتنا جيدة لكن النوم المتقطع ما أنه بحددته خطر بساعة الساعة هو خطر على الحياة يلي لح تفوتنا بمتاهات طبية كبيرة مشون هيك الالارمينج هو اليوم أنه لأ اللي عنده سليب أبنيا لازم يزور طبيب طبيب شو شو اختصاصه بده يكون عامل اختصاص بأمراض النوم يعني أنا أنا أخصائب الأمراض الرئوية والعناية المركزة بس أنا عامل اختصاص ثالث أخذ وقت زيادة وعملت فيه فحوصات وخذت البورت فيه اللي هو الأمراض واترابات النوم وبالتالي هلأ طبعا هذا بأمريكا يلي بغير دول مثل أوروبا عندهم غير طرق لحتى يعطوا الاختصاص ولكن بده يكون حدا كرس وقت لحتى يتعلم أمراض النوم لأنه منى شغلي فيك تكتسبية بسهولة صحيح واثنين بس لحتى أعلق عن نقطة أنت تفضلت فيها العلاقة لأننا أهميتها درجة تقطع النفس خلال النوم هي اللي ضرورية اللي أنا بتعنيني اللي بتساعدني لحتى أعرف إله للشخص اللي قدامي لا لازم ناخد هالخطوات أو لازم نعمل بس تغيري بنمط الحياة ومن هون بتجي أهمية التشخيص الجيد ويلي أنا فيلي أكد لك أنه مع ادعاء أني بفهم بالموضوع كفاية أنا مني قادر سريريا قدر درجة تقطع النفس خلال النوم ومن هيك أهمية التشخيص الصحيح بتخطيط النوم مثلا تخطيط النوم يلي بيصير ضمن المستشفى بليلة واثنين صحيح وهيدا من فوائد الكوفيد إذا قالوا فوائد الكوفيد هي أنه لأنه ما عد فيه اختلاط وما بقى نجي على المستشفيات وكل اللي بتعرفي التكنولوجيا طبعية المستشفى انتقلت للمنزل وبالتالي نفس الجهاز يلي أنا عندي بالمستشفى بقسم النوم هو نفسه الجهاز يلي شركات المتخصصة بتحطه بالبيت عند الشخص اللي أنا عم أدور عطأته عن النفس سو إذا أنا شاكك بأطعن نفس بالليل بسليب أبنية وعم بيحكي حصرا مش عم بيحكي كل اضطرابات نوم في كتير أمراض للنوم سليب ووكينج سليب تاوكينج رام براسومنيا في كتير قصص ولكن لا أطعن نفس بالليل لا سليب أبنية إذا أنا هيدا اللي عم أدور عليه الهوم سليب ستادي الفحص النوم بالمنزل يعتبر بديل جيد وتشخصيا مفيد ودقيق بيغنيني عن الحاجة لأدوم المريض للمستشفى وفي إلو أفانتاج إلو شوية ميزة صغيرة عن المستشفى إنه مرتاح بيسريره الشخص بتشبه الليالي البقيين يعني أنا من النوع ما في يخدع ولا حضر لا يعني في ناس مثلا برنات البيت ما بتنين مظبوط إيه صحيح إذا نحن منسميه فرست نايت إفاكت عرفته صح هيدا الشخص يمكن جدته لعندي يقضي نص النوم مش عارف ينام لأنه في حدا عم يرقبه وكاميرات عليه وعرفته يمكن الإنفارمت كتير بيساعد وبالتالي في قصص منستفيد مننا إذا عم ندورها عم تقطع نفس هيدا الجهاز شو هيفحص هيفحص كمية الأكسجن ضغط طرقية القلب وين نحن عملنا بيفحص كتير في عندك تقريبا 28 channels عم تحكي أنت ب6 إلى 8 إلكترود أوكي بتوزعه بمستشعرات للدماغ لنعرف إذا هالشخص نايم ولا فايق اثنين في عندك مستشعرات للعيون أنا في إذا عم يتحركوا عيونه ولا لا هيدا كلمال الرام سلي الرابيد آي موفمنت اللي هو استعد بالنوم إله علاقة وإله خاصية كتير مهمة لازم نحكي عنه بعد شوي وثلاثة عندك مستشعرات للكهربة القلب للنفس حركة الصدر حركة البطن التنفس بالأنف بنوعين من المستشعرات اللي هي العلاقة واحدة بالضغط والتاني العلاقة بالحرارة ترمستر لاتشوف لك إذا النفس عم بيكون حرارته عالية إذا عم تنفس الشخص ولا لا كمان في عندك مستشعرات العلاقة بإذا عم نلبط ولا ما عم نلبط والزيادة اللي أنت تفضلت فيه الأوكسيمتر سوأ أنت عم تحكي بعدد كتير كبير من السنسرز يلي بيخبرونا كتير عن الشخص ما بس على إذا عم بيقطوش نفس بالليل ولا لا واحدة منهم مثلاً كتير مهمة العلاقة بيقديها الشخص عم ما يفيق بالليل كم مرة عم بيوعى بالساعة يوعى بلا ما يقوم يعني بدون ما يقوم ما بتذكرهم بتلاقي ناس بيقولك أنا بوعى مرة أو مرتين بيكون عم ما يتفيق مرة بالليل يعني عرفت بتزيد تقولي أنت عم تفيق 50 مرة بالساعة بيقولك كيف ما بيصير بتضبط هاي دي أهمية الجهاز وهاي دي دقته للجهاز إذا كان فيه اللي عم يقرأ الفحص عارف عشو عم بيطلع ويعمل تدقيق وكأن هالفحص خرج ينعمل مرة لكل حدن لأنه بيخبرك أنت وعايش شو حياتك هذا بيزيد البزنس بس أنه لا عن جد يعني سيد تعرف مشاكلك الصحية عن جد ممكن تكون إلى علاقة بنومة سو خليني أعطيك الأحصائيات سو في الدراسة الأولية الأساسية اللي نشرت سنة 1993 الاسمه الويسكالسن سطادي هاي دي تيري يونج عملتها بأمريكا بولاية على كل الموظفين اللي بيشتغلوا بالبريد اليو أس بوستل سورفز وكانوا ناس بين 30 و60 من العمر رجال ونسوين وهي السطادي اللي على أساسها طلع أنه نسبة تقطع النفس خلال النوم عند الرجال ضعف أو أكتر عند النساء ومنها عرفنا أنه في درجات لقطع النفس بالليل وهي كانت أساس لحتى تفيقنا قديها المشكلة الموجود اللي في لي يقول لكي أنه بتصير بكل الأعمار بتصير أكتر كلمة منكبر في قصص بتزيد من احتمال الإصابة بي تقطع النفس هلا بنحكيه عنه مهمين طبعا واحدة منهم فيك تحكم فيها كتار ما فيكي اللي ما فيك تحكم فيها مثلا هي الجاندر والله هلأ صار فيكي لا فيكي هلأ دكتور يارد بعد شهر بصف الميز الرجال بيصيبهم تقطعوا النفس أكتر بكتير من النسوين إذا الباقي كله بيشبه بعض ليه لأنه نحنا سمنة عننا الوزن الزايد بيجينا بمحلات بتزيد قطع النفس بيجينا هون وبرقبتنا بينما أنتو محبيين بالهرمونات لا وقت المنوفوز سوء توزيه في سوء توزيه عندنا سوء توزيه عندكم لا وكلما بنكبر بالعمر كلما بتزيد بس لك آخر لكمل الفكرة أنه عند الرجال يمكن 4% عند الصغار بالعمر عمرهم بتل عشرات وثلاثينات ولكن اللي عمرهم 60 أو ما فوق النسبة أو نسبة الرجال عدد الرجال كنسبة مئوية عندهم تقطع نفس سريريا ضروري نعرف لأنه بيغير بالعلاجات توصل للـ 25% اللي هو رجال من 4 دكتور جوج إذا عم نحكي السمنة بيروح لضايت معين إذا عم نحكي بوستشر بيجلس إذا عم نحكي ارتخاب الفك والحنك منشوف توز قصص بالمنخار هيك بتنحل قصة السليب أبغية ولا هي لأ أعمق من هيك سوء أولا بدك تشوفي مثل ما قلنا شو اللي بيزيد إمكانية الإصابة بيتقطع النفس غير للنوم وطبعا بس نحكي ميكانيكيا المشكلة الوين المشكلة بين أفل منخار أفل سقف الحلق وأفل لسان هيدون تلات محلات اللي هني أدي أشي بمجرى الهواء لأنه من المنخار هون للحبال الصوتية الجوزة بيسمونها من هون لهم ما في ولا عظمة مجرى الهواء عبارة عن أنسجة وتندنز وليجامنز ومسلز كله مع بعضهم بيعملوا مجرى الهواء وبالتالي مجرى الهواء بيغير شكله بيقدر يطبق وهذا هو يلي على السمنة بيصير بديء زيادة بس كمان إذا شخص عنده لواز جبار إذا شخص ورتين من أهل وسقف حلق كتير نازل نزول إذا شخص عنده فكت تحتين إذا شخص عنده كتير لحميات بيأنفو أو تحسس أو بيدخن وبالتالي بيفتحتهم ولا يتنفس بالليل كل هيدول بيزيدوا من احتمال الإصابة بتقطوا عن نفس خلال النوم وإذا عنا تقطوا عن نفس بيصير درجته أعلى بس نكون فتحين ثمنا وبالتالي اللي أنت تفضلتي فيه صحيح بس نعرف شو القصص اللي بتضيق مجرى الهواء منصير منعرف شو ما نعم ولا حتى نتجنبها ومثل ما كنا قيدين فيه قصص ما فيك التحكم فيهم شكل الفك والسقف الحلق واللوز والجنس يدول كلهم تورتيهم فينا نعدل فيهم كتير ولا منحكي بالعلاجات شو ما نعمل ولكن بالتشخيص هيدول بيزيدوا من احتمال الإصابة بتقطوا عن نفس وهون إذا بتسمحيلي بدخل على العوارض أي متى من شك أنه في عنا تقطوا عن نفس خلال النوم لأنه بتسأل الشخص بيقلك لا أنا بنيم كتير منيح بتقليلوا 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 بكل الليل بتقليلوا بتقوم تما كم نشف بيقلك اي والله بتقليلوا بتقوم مرتاح ولا مجعلك بيقلك اف ما بين حكا معي لكون قمت وفقت وغسلت وجهي وخدت القهوة تبعيتي بعدين لحتى فتح عيوني كل هيدول فيهم يكونوا أشاير أنه نوعية النوم منا جيدة وهون منشوف إذا في عنا أطعى النفس لا هي بتحفشوا المشكل المشكل أنه في كتار بيقولوا نوعية النوم منها جيدة بيروح بيأخذوا قصص بتساعد عن النوم من نفس العائلة تبعية الفال يوم مثلا أو الليكسو تاني اللي بيعتبروه بيساعد هيدا للي بيقطوش نفس بالليل في زيد درجة قطع النفس ويزيد من المشكل وبيصير في خطورة علينا إلا علاقة بإداءة منزل الأكسجين كم مرة عمانوعة بالليل وبيرد على اللي أنت تفضلت فيه حكيم القلب بيصير عنده شغل لأنه هيدا الشخص بصار معرض يعمل لي اشتراكات بالقلب والشرايين من اخت خربطة بيكهربة القلب ودبحة وفالج وغيره بدك تقول لي شو هن العلاجات ولا منتركهم مثل ما بدك لأنه بدون وقت هنعطي العنوان ومنجم نحكي هيا بتفصيل لأنه ضروري للعالم بالعلاجات في عندي كل العلاجات الهدف منها تفتح المجرى ما يسكر وبالتالي فيها تكون اللي جت إلى علاقة بمكينات السيباب اللي هن عبارة عن كمبرسور ضغط هوا لا يفتح بالقوة لا يفتح المجرى ما بقى فيه مجرى مسكر وفيه قصص بتساعد لتقديم الفك اسمها ماد من ديبلور أدفانسمن ديفايسز بقدم الفك فيه قصص بتساعد لحتى يفتحوا الأنف في أيام عمليات بتشيل اللواز أو اللحميات فيه قصص فيك تعاملية بنوع من يعني بنحط جهاز صغير بيقدر يخلي كعب اللسان يقدم وقت لناخد لفص ليوسع المجرى وغيره وغيره من عمليات جراحية مثل UPPP GHM وغيره سهدول العناوين إذا بدك اللي بيسويا نحاك عنهم بالتفصيل لأنه ضروري لنريح كمان ضروري اللي بيحضرونا يعرفوا أنه مش كله مثل بعضه من هون أهمية يكون اللي عما يطلع بي وضعنا السريرة فهمين باللازم لألنا نحن لحتى يزبط لنا علاج عقياسنا صح ونتفدى كل الأمراض اللي ممكن تكون آتية بسبب تقطع عنهم شكرا لألك دكتور جورج بالكامل أهلا وسهلا شيك فاصل بسيط مشاهدينا ومنتابع